السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت انا بصلي العشاء وبجمع ركعتين السنة مع ركعتين القيام وبعد ركعة تويتر هل هذا صحيح؟ لا هو الصاب ان انت ما تجمعش نيتين في نية واحدة السنة الراتبة للعشاء غير صلاة القيام فما تجمعش السنتين مع بعض ما تجمعش النيتين مع بعض لا صلي العشاء لوحده وصلي الوتر لوحده انت دلوقتي بتصلي سنة بتصلي الوتر الوتر عطيه يصلي ركعتين ثم ركعة يبقى افصل ركعتين سنة العشاء وركعتين للوتر ركعتين الشفع اللي عطيه بعد كده هتصلي بعد كده ركعة للوتر هو ده الصواب وخاصة ان كمان صلاة الليل مسنى مسنى يعني السنة نفسالات الليل اللي وصليها ركعتين ركعتين اشتركوا في القناة